استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير عبدالعزيز ابن سعود ابن نايف وزير الداخلية السعودي والدكتور عصام ابن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور وزير الداخلية محمود توفيق بالإضافة إلى السفير صالح ابن عيد الحصيني سفير السعودية بالقاهرة وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودي نقل للرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي حيث أعرب رئيس السيسي من جانبه عن تقديره لشقيقيه عهل السعودية وولي العهد مشددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومحورية دور الدولتين كراكيزة أساسية لاستقرار المنطقة لسيما في ظل تحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب موصلة وتكثيف التعاون بين البلدين وقد شهد اللقاء تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود فضلا عن تصعد الجرامة الإلكترونية وهو ما يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر ترجمة نانسي قنقر